موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أن من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف إن يكون موجود مع حضراتكم كل أسبوع في يحكى أن وسائل التواصل الخاصة بالبرنامج بتكون معروضة في أغلب فترات الحلقة ممكن حضراتكم ترجعوا لأي جزء سابق من محتوى حلقتنا اللي قدمناها لحضراتكم تكتبوا اسم الموضوع اللي أنتوا عايزينه وإن شاء الله يعني غالباً هيطلع لكم محتوى خاص بهذا الموضوع في حال إذا ده ما حصلش أو يعني ما لقتوش هذا الموضوع بتبعته لنا في التعليقات إنكم مثلاً عايزين إن إحنا نتكلم في الموضوع ده وأكيد برضو ممكن تعملوا لنا أسئلة أو تبعته لنا أسئلة وإحنا بنخصص حلقات كاملة للإجابة على أسئلة حضراتكم فحلقتنا النهاردة هنتكلم عن أكتر من موضوع وهنبدأ على طول بالموضوع الأول وهو عن الجلد هنتكلم عن أهم الوظائف الخاصة بالجلد ووسائل حمايته وقبل ما نتكلم في هذا الأمر بحب ألفت نظر حضراتكم لمعلومة طبية مهمة جداً وهي أن الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان من حيث المساحة يا تمام؟ والجلد له وظائف كتير جداً وللأسف في ناس فاكرة أن الجلد ده ملوش وظائف أو أنه مش مهم وده طبعاً يعني كلام خاطئ تماماً لأنك لما تعرفوا دلوقتي أهم وظائف الجلد الجلد له وظائف مهمة جداً هتقدروا قيمة هذه النعمة الكبيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني ادهلنا وأمرنا أن احنا نحافظ عليها زي كل جزء من أجزاء جسمنا أهم وظائف الجلد هو الإحساس وتحديداً الجلد مسؤول عن توصيل ثلاث أنواع من الأحاسيس الإحساس بالألم والإحساس باللمس والإحساس بالحرارة فيه ناس ممكن تقول هو يعني يعني توصيل الإحساس ده حاجة مهمة حاجة في غاية الأهمية تخيلوا كده معايا أنه يعني من ضمن أهم النصايح اللي بتقال لمثلاً لمرضى السكر لما يكونوا مش مزبطين الغذاء بتاعهم ومش مزبطين جرعات الأدوية بتاعتهم فبنقول لهم أنه السكر بيعمل حاجة اسمها لتهاب العصاب الترفية وده بيخلي فيه فقدان للإحساس في الخلايا السطحية من الجلد فتلاقي مريض السكر المهمل ربنا يعافي يا رب الجميع المهمل فيه علاجه والمهمل فيه دواه والمهمل فيه متابعته الطبية مثلاً يعني تلاقيه لما يمشي نقول له إيه ابعت يمشي حافي من غير حاجة في رجله لأنه ممكن يتعور من غير ما يحس وكذلك بقى تخيلوا لو إحساس الألم ده مش موجود أصلاً إحساس اللمس اللمس ده حاسة من الحواس الرئيسية للجسم وإحنا بنتعرف على أشياء كتيرة جداً وبنكون عنها معلومات في مخنا ومعلومات فيه يعني بنكون صور زهنية عنها من خلال حاسة اللمس فإحساس اللمس ده برضو إحساس مهم جداً عايزين تعرفوا هو مهم قد إيه افتكروا حاجة بتحصل لنا كلنا أو حصلت لنا كلنا في أوقات ما من عمرنا لما الواحد يقول إيه الواحد إيده منملة أو رجليه منملة الواحد لما بيبقى إيده منملة بيبقاش حاس بحاجة فتخيلوا بقى معي أنه بيبقى مش عارف يعمل إيه مش عارف يمسك حاجة مش عارف يحس بحاجة فإحساس اللمس ده إحساس ده خاصية مهمة جداً المسؤولة عنها الجلد الإحساس بالألم خاصية مهمة جداً أو وظيفة مهمة جداً مسؤولة عنها الجلد تمام والإحساس بالحرارة ده برضو ده مهم جدا جدا فيبقى أول وأهم وظائف الجلد أو أول وظيفة من وظائف الجلد الهمة هو توصيل أحاسيس الألم واللمس والحرارة وهنا بنقول توصيل الأحاسيس بمعنى توصيل الإحساس إلى المخ علشان المخ يتعرف على هذا الإحساس طيب إيه تاني وظيفة أو إيه تاني حاجة مهمة من وظائف الجلد؟ إن الجلد بيحتوي على خلايا اسمها لانجر هانز الجلد بتاعنا ده حاجة اسمها لانجر هانز إيه بقى خلايا لانجر هانز؟ خلايا لانجر هانز دي خلايا دفاعية بتدافع عن جسمنا تحديدا بتواجه البكتيريا خلايا لانجر هانز خلايا دفاعية كبيرة الحجم وخلايا لانجر هانز دي جزء أساسي من جهاز المناعة الله يعني إحنا لما بنقول المناعة قوية والمناعة عايزة تقوى والمناعة دي ضعيفة وهكذا المناعة إحنا عملنا حلقة شهيرة جدا عن المناعة يعني حضراتكم شفتوها وبتابعوها لغاية دلوقتي الحقيقة إن المناعة دي فيه حد يقول إيه وفين جهاز المناعة ده الناس فاكرة أو فيه ناس كانت فاكرة يعني إن المناعة دي مثلا جهاز ده حاجة زي القلب وزي الجهاز الهضمي لا هو جهاز المناعة ده تعبير مجازي ولكن بقى جهاز المناعة ده موزع على أجزاء مهمة جدا من الجسم لو عايزين تعرفوا بقى دخلوا على يحكى أنا وتفرجوا على حلقة المناعة تمام من ضمن الأماكن اللي فيها جهاز المناعة الجلد ودينا عرفنا دلوقتي ليه؟ الاحتواء أو الاحتواء طبقات الجلد على خلايا دفاعية كبيرة الحجم كبيرة الحجم بنسميها ماكروفاج والخلايا دي تحديدا يعني حرفيا بتاكل البكتيريا يعني مش بتدخل معا في الصراع لا هي بتروح وكلاها على طول فخلايا لانجرهانز الدفاعية دي اللي هي جزء أصيل من أو جزء مهم من جهاز المناعة موجودة في طبقات الجلد يبقى الجلد أحد أهم وظائفه هو توفير المناعة للجسم ايه تاني من وظائف الجلد؟ اللي كتير قوي ممكن ما يكونش عندهم خيال أو معرفة إن الجلد اللي احنا ما بنهتمش به أحيانا دا وإن احنا يعني بنتعامل معه باستهتار أحيانا وهكذا لا ده عضو مهم جدا من أعضاء الجسم تالت وظيفة له حماية الأعضاء الداخلية للجسم الجلد بيوفر الحماية لإيه؟ للشرايين كل الشرايين ما الشرايين دي تحت الجلد الشرايين الأوردة الأوعية اللينفوية الجلد كمان بيوفر الحماية لكل أجهزة الجسم الحيوية بيوفر الحماية لأجهزة زي القلب الجهاز التنفسي الجهاز الهضمي الكليتين وهكذا يعني كل أجزاء جسمنا يعني اللي جوه الجسم دي اللي بيحميها في الأساس الجلد وإلا تبقى كده تبقى مكشوفة بقى فيبقى أي حاجة ممكن تبقى يعني تبقى الأجهزة الحيوية دي أو الشرايين أو الأوردة أو الأوعية المفوية معرضة لقدر الله للاختراق أو للخسائر أو للتلف وهكذا لا في حاجة موفرة لها هذه الحماية الحماية دي حماية يعني معتمدة على آلية معقدة جدا جدا لأن الجلد ده طبقات كتيرة جدا جدا وتحت الطبقات ده في حاجات تانية دي لتوفير الحماية لأجهزة الجسم الداخلية أو للأعضاء الداخلية للجسم بما في ذلك زي ما قلنا الأوعية سواء يعني الدوائية يعني زي الشرايين والأوردة أو الأوعية المفوية أو الأجهزة زي القلب والجهز تنفسي وهكذا تمام من وظائف الجلد المهمة برضو تنظيم درجة حرارة الجسم والموضوع ده عايز شرح شوي لأنه تنظيم درجة حرارة الجسم ده يعني أو الوظيفة دي بالذات يعني حاجة معقدة جدا جدا لكن هقولها لكم باختصار وفي جملة واحد المفروض أن احنا بنتعرض لأوقات يعني بيكون فيها الحرارة الخارجية يعني حرارة كبيرة جدا تمام؟ أو العكس أن فيه أوقات بتكون فيه أوقات برودة مثلا فبيكون الجو الخارجي درجة الحرارة باردة جدا جدا على سبيل المثال مثلا فيه بلاد بتبقى درجة الحرارة فيها في فصول أو في فصل الشتاء بتبقى تحت الصفر طيب يعني إيه بقى تنظيم درجة حرارة الجسم؟ يعني أن تكون درجة حرارة الجسم الداخلية سابتة اللي هي ما بين 36.5 إلى 37.5 أو 37.4 شرط تمام؟ الجلد هو المسؤول عن هذه الوظيفة الهمة جدا زي ما بيتقال كده أو نقولها بلغة درجة الدنيا بره بقى تضرب تقلب الجسم ملوش دعوة الجسم درجة حرارة سابتة ودي آلية في منتهى التعقيد فاهمين قصدي؟ أن الجسم ما يبقاش متأثر بالعوامل الخارجية أبسطها التقس الخارجي أو درجة الحرارة الخارجية اللي هي خارج الجسم يعني لا درجة الحرارة عالية درجة الحرارة منخفضة درجة الحرارة منخفضة جدا الجسم ملوش دعوة المسؤول عن إبقاء الجسم في درجة حرارة سابتة في تنظيم درجة الحرارة دي وإنها تكون سابتة هو الجلد تمام؟ شوفوا قد إيه الوظيفة دي مهمة طيب إيه تاني من وظائف الجلد المهمة؟ تكوين مادة الميلانين ومادة الميلانين دي هي المادة المسؤولة عن إعطاء الجلد لونه المميز يعني إيه؟ يعني فيه ناس بيبقى لونها مائل إلى البياض فيه ناس بيبقى الجلد عندها مائل إلى السمرة فيه ناس بيكونوا في النص وهكذا من خلال خلايا اسمها الميلانوسايتس بتفرز مادة الميلانين اللي هي بتدي للجلد الوضع بتاعه أو اللون الطبيعي بتاعه والميلانين ده بقى له قصة برضو الميلانين ده مادة مهمة جدا بتقي الجسم من حاجات كتيرة جدا جدا على رأسها الأشعة الفوق البنفسجية اللي بتبقى موجودة في أشعة الشمس فلولا وجود الميلانين ده وعشان كده الميلانين كل ما كان أكتر شوية يعني الناس أصحاب البشرة الصمراء تلاقيهم جلدهم وجسمهم يتجنب حاجات كتيرة أوي أو أمرات كتيرة أوي نتيجة أن الميلانين ده بيبقى زي مادة برضو دفاعية أو مادة بتقي الجسم من حاجات كتيرة أوي ربنا سبحانه وتعالى واضع يعني زي ما شفته كده آليات طبيعية للجلد ده إن هو يؤدي وظايفه ووضع آليات طبيعية بقى لحماية الجلد نفسه يعني ربنا سبحانه وتعالى ادنى الجلد بوظايفه المزهلة دي تمام وربنا برضو سبحانه وتعالى وضع آليات طبيعية لحماية الجلد يعني بالبلد كده إن ربنا خالق نعمة وخالق وسائل حماية ليها خلاص طب إيه وسائل الحماية بتاعت الجلد اللي ربنا سبحانه وتعالى موفرها أول هذه الوسائل أو أول هذه الآليات الطبيعية المسؤولة عن حماية الجلد حاجة اسمها الجفاف الصحي يعني إيه الجفاف الصحي يعني إن إحنا في العادي جسمنا كده لما نحط إيدنا على أي منطقة من الجلد عندنا ما بنلاقيهاش بترشح مية مثلا ما بنلاقيهاش فيها مية إلا لما نتعرض مثلا لجو حر قوي فيبقى فيه حاجة اسمها إفرازات العرق ده موضوع تاني إنما هو الطبيعي يعني لو إحنا قاعدين في جو طبيعي ما فيش حرارة شديدة ما فيش وقفين في شمس وهكذا بنلاقي الجلد على حالة اسمها الجفاف الصحي وكلمة الجفاف الصحي دي كلمة خاصة يعني كلمة مهمة جدا ليه؟ لإنه الجفاف بشكل عام حاجة وحشة لكن في حاجة اسمها الجفاف الصحي لإنه زي ما هنعرف أو زي ما إن شاء الله يعني هنعرف في موضوعات أخرى يعني إنه كل ما الجلد ده كان مبلول أو رطب ده حاجة مش كويسة للجلد يعني إن الجلد مثلا يبقى عليه مية من غير ما تتنشف دي حاجة مش حلوة إن الجلد يكون على حالة مرضية تجعله على حالة رطبة يفقد صفة الجفاف دي دي حاجة وحشة لإنه حالة الرطوبة دي أو إن الجلد يبقى رطب أو إن الجلد يبقى عليه سوائل أو ما إلى ذلك دي بتسهل اختراق البكتيريا يعني المايكروبات للجسم ده فعشان كده ربنا خالق قالية حماية اسمها الجفاف الصحي مش الجفاف بقى الوحش اللي كنا زمان بقى دايما نحذر منه في حالات الإسهال لقدر الله ده الجفاف المرضي إنما لا الجفاف الصحي دي حاجة حلوة إن الجلد يكون على حالة من الجفاف الصحي اللي هو انعدام صفة السوائل فيه بشكل قد يؤدي إلى المرض يعني تمام؟ اللي هو على سطحه يعني تمام؟ طيب إيه تاني من آليات الحماية الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى موفرها للجلد حاجة اسمها خاصية التغير الدائم الجلد بتاعنا ده بيتغير بيتغير من غير ما نحس لدرجة إن فيه نظرية كده كانت طلعت من عدد من السنوات كانت منشأها يعني علماء في الولايات المتحدة كانوا بيقولوا حاجة غريبة جدا كانوا بيقولوا إنه الأتربة اللي في البيت التراب اللي في البيت ده في أوقات كتيرة جدا ما بيبقاش أتربة بس ده بيبقى خلايا من الجلد بتاعنا يعني هم بقى لما فحصوا الحكاية دي لقوا إنه خلايا الجلد بتتجدد باستمرار وده طبيعي وده لو فكرتوا فيها تلاقواه طبيعي لما بنتجرح مثلا بنتخربش أو نتجرح بتبصوا تلاقوا بعد شوية إيه اللي بيحصل الجلد ده بيبقى عليه طبقة كده حمرة وبعدين بيبقى عليه حالة إصلاح وبعدين يعود الجلد إلى حالته الطبيعية إزاي بيعود إلى حالته الطبيعية لأنه الجلد لديه صفة أو خاصية التجدد الدائم ودي حاجة يعني لو تعلموا قدر عظمتها دي حاجة عظيمة جدا لأنه تخيلوا كده لو فيه مثلا جهاز لما الجهاز ده حاجة منه بتبوز إحنا بنروح نصلحها تخيلوا بلا الجهاز ده الحاجة اللي بتبوز دي تقوم تطف يعني تمشي والجهاز نفسه هو اللي يطلع حتة قطعة غيار جديدة طبعا ده مش كلام حقيقي لكن ده بقى موجود في الجسم البشري في المعجزة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها والصفة دي مش موجودة في أعضاء كتيرة في الجسم يعني فيه أعضاء في الجسم لما بيتلف جزء منها ما بيطلعش جزء تاني لكن ربنا سبحانه وتعالى لأهمية الجلد ووظيفه الحيوية دي مدي الجلد ده الخاصية دي إلا بقى في حالات ندرة شوية لما يكون فيه بقى جروح نافذة أو قاطعة يقولك إيه بتلاقى حتى علامة إنما مش بيرفضل مثلا الجرح مفتوح أو الجلد مفتوح إنما صفة التجدد الدائم دي من أهم آليات الطبيعية المسؤولة عن إبقاء الجلد في حالة طبيعية هنكمل كلامنا مع حضراتكم عن آليات حماية الجلد بس هنطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم يحكى أنا مازال متواصل خليكوا أنتوا كمان معا أهلا وسهلا بحضراتكم في القسم الثاني من حلقتنا النهاردة واللي بدأناها بالكلام عن الجلد هذا العضو اللي هو أكبر عضو في جسم الإنسان واتكلمنا في الجزء الأول عن أهم وظائف الجلد أرجوكوا اللي ما تبعش هذا الجزء يرجع لوسائل التواصل ويتفرج على هذا الجزء علشان يستوعب ويفهم ويقدر النعمة الكبيرة جدا اللي من ضمن نعم لا تحصى ربنا سبحانه وتعالى مدهالنا من خلال التعرف على وظائف الجلد الهمة والحيوية قلنا أنه حاجات لي علاقة بالمناعة وحاجات لي علاقة بحماية أجزاء الجسم الداخلية وهكذا حاجات كتيرة يعني واتكلمنا عن آليات الحماية الطبيعية اللي ربنا برضو سبحانه وتعالى موفرها للجلد يعني ربنا يعني بيقول لنا ما تتدخلوش انتو أو لما تتدخلوا لنكم يعني تحفظوا بس على الحاجة اللي ربنا خلقها دي تمام فقلنا من آليات الحماية الطبيعية حاجة اسمها الجفاف الصحي برضو نرجع لها لو عايزين تعرفوا ايه هي وقلنا خاصية التغير الدائم ايه تاني من وسائل الحماية الطبيعية للجلد حاجة اسمها معامل البي اتش المنخفض كلمة البي اتش المنخفض دي دي حاجة بقى في قوانين الفيزيا شوية انه الجلد في حاجة اسمها البي اتش او درجة الحموضة يعني دي وجودها في نسبة منخفضة بتوفر آلية حماية للجسم والحموضة المثالية هي خمسة ونص بالمناسبة تمام ايه تاني من آليات الحماية ايه تاني يحمي الجلد ده مضادات البكتيريا في حاجة اسمها مضادات البكتيريا طب دي موجودة فين موجودة في العرق ايوة العرق اللي بيديقنا كلنا ده له وظيفة في منتهى الاهمية وهي ان العرق ده في مضادات بكتيريا يعني الناس اللي ما بتعرقش خالص دي دول كده يبقى عندهم مشكلة انما الناس طبعا العرق في حد ذاته يعني حاجة للهيجين او للصحة العامة ان هي اه بناتخاف فيه عندنا وسائل للتخلص منه ان احنا بنشوف العرق بنخسل وشنا او كده بس فكرة وجود الغدد العرقية من الاساس ان ده موجود مش عبس لا ده موجود لهدف وهو ان العرق يحتوي على وسائل لحماية الجسم من البكتيريا او المايكروبات الحاجات دي الحاجات اللي بتحمي دي موجودة في العرق تمام؟ علشان كده لازم نحافظ يا جماعة على الجلد علشان وظيفه المهمة قوي اللي اسمعناها والمفروض ان احنا نحافظ على زي ما قلتلكم الاليات الخاصة بالحماية الطبيعية اللي من عند ربنا سبحانه وتعالى طيب نعمل ايه بقى او ايه هي اهم طرق الوقاية اللي تحافظ على الجلد خلاص يعني احنا ماشيين كده بقى بالترتيب عرفنا الوظائف وعرفنا قليات الحماية فالدور على ايه؟ ماشي يا دكتور محمد انت دوقتي قلت لنا معلومات نحافظ بقى على الجلد ده ازاي؟ خلاص؟ سبحان الله ان اهم طرق الوقاية هي اسهلها يعني ايه؟ يعني الموضوع مش محتاج معدات معقدة ولا محتاج وسائل مكلفة فلوس ماسي خالص؟ اهم طرق حماية الجلد هي واحد الحفاظ او المواصبة على الاهتمام بالعناها الشخصية يع زي ما بقول لكم كده العناها الشخصية اللي هي زي ايه؟ زي الاستحمام تغيير الملابس باستمرار وهكذا تمام؟ يعني فكرة ان الواحد يبقى جاي من بره فيقوم يخسل ايديه ويخسل وشه ويخسل دراعاته مش احنا بنعمل كده لما بنبقى راجعين من بره يعني الوضوء في حد ذاته دي حاجة من ضمن اهم مقاليات الحماية اللي بتوفر للجسم مش بقى مش بس زي ما احنا بنقول كده اللي هو ايه ان الواحد يبقى منتعش لا دي وسيلة من وسائل الوقاية دي طريقة من طرق الوقاية الخاصة بالجلد تاني حاجة او تاني نقطة في طرق الوقاية دي نقطة مهمة جدا 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 هي تجنب مزيلات العرق بكثرة بتشوفوا اعلانات لما بتخشوا سوبر ماركت ولا صيدلية حتى الاعلانات التجارية بتكتهد جدا علشان خاطر تروج لمزيلات العرق ما بقولش انها حاجة وحشة ما بقولش انها حاجة وحشة ولكن استخدامها بكثرة هو الوحش يعني نستخدم مزيلات العرق اه بس مش بكثرة مش بكثرة خلاص وانتو عارفين طبعا افضل طريقة لاستخدام مزيلات العرق ايه بعد الاستحمام يعني يعني استخدام مزيل العرق بعد الاستحمام هو ده الاستخدام المثالي عشان تبقوا فاهمين خلاص انما في ناس كده عمال على بطال زي ما بيقولوا يستخدموا مزيلات العرق دي على طول لا ده غلط فتجنب الإفراط في استخدام موزيلات العرق ده من وسائل حماية الجلد برضو من وسائل حماية الجلد النظافة المنزلية ودي على فكرة من أهم طرق الوقاية والحفاظ على جلد سليم هتقولوا ليه الله إعلقة إن البيت بأنضيف عفوا إعلقة إن البيت بأنضيف بالجلد أقول لكم وجود الأتربة يعني لو أنا حطت إيدي على حاجة هو في البيت والحاجة دي اللي أنا حطت إيدي عليها إيه فيها طراب فاهمين قصدي الطراب ده وأنا مثلا مش حاسس أو يعني مش واخد في بالي فالطراب ده في حد ذاته بيضعف القدرة أو القدرة بتاعة الحماية بتاعة الجلد ده لأن الطراب ده بقى مليان يعني حاجات وحشة خلاص الطراب والغبار والحاجات دي كل عشان كده البيت النظيف ده ده بيت بيحافظ على الجلد تغيير فرش السراير والحاجات دي باستمرار ده بيحافظ على الجلد الحاجات اللي في حالة إحنا في حالة تماث معاها تغيير الفوط استخدام فوط نظيفة يعني ها بشكل يعني معقول طبعا ماشي ده من وسائل الحماية تجنب وجود الحشرات المنزلية الحشرات المنزلية دي مع الحشرات بتعمل ايه مش بتقرصنا مش النملة بتقرصنا أو النموسة أو الحاجات دي كلها خلاص أو حشرات أخرى يعني ربنا يبعد عننا جميع الحشرات دي وحشة جدا لأنها مش بس بتقذي الجسم إن هي بتخلينا نهرش أو إن هي تقرصنا لأ ده هي كمان في منها حاجات بتخترق بقى الجسم ده وبتخلي الجسم يعمل تفاع والمعين يعني تلاقوا مثلا حد تقرص أرصى فتلاقي فيه تورم وحاجات كبيرة جدا يبقى من وسائل برضو الحماية كل ده يندرج تحت ايه؟ النظافة المنزلية ايه تاني من وسائل الحماية أو من طرق الوقاية اللي نحافظ بها على جلدنا الملابس المناسبة الملابس سواء لينا إحنا ككبار أو لأطفالنا خلاص الملابس المناسبة اللي هي إيه؟ اللي هي الملابس الطبيعي القطن القطن مش القطن المصري ده اللي بتضرب بيه المسأل في العالم كله في العالم كله ده مش دي مش مبلغة مننا يعني لا ده لما يبقى فيه بلد بتنتج مثلا ملابس معينة وفي الليبل أو في التكت بتاعها يقولك ده قطن مصري مثلا 100% ده دي بتبقى وسيلة جذب إن القطن ده حاجة مفيدة جدا للجسم وللبشرة يعني تمام؟ القطن الكتان خلاص دي حاجات مفيدة للجلد دي طرق وقاية نبعد بقى عن الألياف الصناعية يعني فيه ناس كل لبسها تيشرتات ومش عارف إيه حاجات اللي هي اللي فيها بولي إستر وفيها لكرة وفيها اللي هي الحاجات اللي بتمط دي والحاجات دي كلها كل ده غلط على الجلد يبقى اللبس الصحي ده من طرق الوقاية إيه هو اللبس الصحي؟ الملابس القطنية والملابس اللي ممكن تكون من الكتان تمام؟ وأنا بتكلم هنا عن ملابس المنزلية أو ملابس الخروج يعني هدوم البيت أو هدوم الخروج تمام؟ إيه تاني من طرق الوقاية؟ عدم الإفراط في التعرض لأشعة الشمس ليه؟ لأن إحنا من عدة حلقات كده كنا بنتكلم في حلقة أسئلة وكان فيه سؤال جالنا عن المدة اللي لازم نقعد فيها في الشمس وكده وكان سؤال حلو جدا فدي فرصة برضو إن إحنا نقول عدم الإفراط هي الحكاية مش بالكتر مش بكتر القعدة في الشمس لا المدة القصوى زي ما قلنا بنبتدي بخمس دقائق في الأسبوع يعني مش في الأسبوع كله خمس دقائق يعني يوميا خمس دقائق لمدة أسبوع نيجي في الأسبوع اللي بعده بنزود خمس دقائق فيبقى المدة اللي بنقعد عليها اللي بنقعد فيها في الشمس أصلا بيبقى كده عشر دقائق نيجي الأسبوع اللي بعده نزود خمس دقائق تمام؟ وزي ما قلتلكم في الحلقة تقريبا الحلقة السابقة يعني أول قبلها قلتلكم إن فيه ناس أو فيه قراءة ببقية بتقول أن الفترة القصوى للجلوس في الشمس يومياً 15 دقيقة وفي ناس تانية بتوزيد 5 دقيقة كمان وتقول لا معنا لغاية 20 دقيقة تمام ومش لازم كل يوم مش لازم كل يوم ممكن يوم في يوم مفيش خلاص ومش لازم نبقى قاعدين يعني من غير هدوم لا قلنا بس بنكشف ايدينا وبنكشف يعني نلبس زي ما بقول نص كم وفي الرجلين بنبقى يعني شيلين الهدوم أو رفعين الهدوم لغاية فوق الرجبة على طول خلاص وقلنا لازم نغطي الراس لازم الراس تبقى متغطية وقلنا برضو الوقت الآمن انه يبقى قبل 10 أو 11 حسب بقى التوقيت الصيف والشتوي وبعد 3 أو 4 تمام كده الفترة اللي هي من 10 إلى 3 أو من 11 إلى 4 لا دي فترة مش آمنة تمام وفي نقطة كويس برضو ان انا عايز اقولها اللي هي حكاية ان احنا لما نقعد في الشمس ما يبقاش من وراء الشباك يعني في ناس شبابيك عندهم إزاس كده فتلاقي الشمس دخلة فتلاقي واحد يقولك ايه انا جبت بقى الكورسي وانا عاد في الشمس لا مش دي الشمس المطلوبة احنا عايزين الشمس المباشرة مش الشمس اللي هو جايلك من الإزاز اللي جايلك من الإزاز ده الضوء والحرارة إنما أشاعة الشمس بقى المفيدة بتبقى مباشرة مش اللي وراء الإزاز يعني مش اللي دخلة من خلال الزجاج خلوا بالكم النقطة دي خلاص عدم الإفراط في الجلوس في الشمس أو في التعرض للشمس دي من طرق وقاية الجلد تمام طيب ايه تاني من طرق الوقاية تجنب الجفاف الزائد خلاص عن طريق ايه شرب الميا بانتظام أفضل شيء ممكن الواحد يعمله على مدار اليوم ان هو يشرب ميا للرجال والسيدات وكبار السن وللأطفال والشباب والبنات خلاص شرب الميا بانتظام شرب الميا ده ما عندكوش فكرة أهميته القصوى للجسم بشكل عام وللجلد بشكل خاص قد ايه فدي من طرق الوقاية من طرق الوقاية ناكل شوية كده أو كل شوية نقوم نشرب ميا ونشرب ولدنا ميا تمام وقلنا برضو في حلقات سابقة المعدلات يعني للكبار بشكل عام ما بيقلش عن اتنين لتر في اليوم صيف شتى ومعلش يعني ميا ميا يعني اللي هي ايه ما نقولش ايه طب عصير طب شربة طب لأ دول تمام بس الميا الصريحة دي اتنين لتر على الأقل على الأقل وانتو لو فكرتوا منوك الناس تقول ايه اتنين لتر ده كتير قوي هو مش كتير ولا حاجة مش كتير ولا حاجة انتو لو حسبتوا على مدار اليوم هتلاقون مش كتير ده انا بيقولكو على الأقل وبالنسبة لأطفال بقى في جداول قولنا قبل كده برضو ده ده مسلا من ضمن الحاجات اللي ممكن ترجعوا لها في المحتوى بتاعنا بتاع الحلقات السابقة تكتبوا كده تقولوا مثلا الأطفال تشرب ميا قد ايه خلاص هتلاقوا عندكم من أول شهرين وثلاثة لغاية بعد سن كمان ثلاث سنين تمام من ضمن برضو أهم طرق الوقاية الخاصة بحماية الجلد اختيار مساحيق غسيل الملابس المناسبة هتقولوا لي الله هي في مساحيق مناسبة ومساحيق مش مناسبة أقولكوا آه فيه مسحوق ملابس ممكن يضر الجلد هتعرفوها ازاي تعرفوها انه هو فيه حاجات كده لما بتستخدم عشان كده أنا بقولكوا ايه مثلا استخدام الأنواع الآمنة لان فيه حاجات بتحصل كده احيانا يقولك ايه خلطات يعني خلطات جمع خلطة يقولك ده خلطة فتلاقي واحدة راح السوق كده فتقول للراجل تقوله أنا عايزة بكذا بمسلا بمبلغ مالي مثلا بعشرة جنيه بعشرين جنيه مش عارف يعني الفلوس دي بقى دي بس تقوله ايه خلطة الغسي فهي هو ايه الخلطة دي بقى هو حاطت حاجات كده على بعض البيع تمام دي منها بتبقى حاجات غير آمنة الهدوم لما بتتغسل بيها ونرجع نلبسها ده ممكن يضر الجلد وطبعا طبعا لازم نبعد تماما عن استخدام المبيضات انتوا فاهمين قصدي بقى سيدات البيوت والأمهات وحتى الرجال فاهمين قصدي عن ايه المبيضات اللي هو الكلور بقى او الحاجات دي غلط غلط ان احنا نستخدم ده في الغسيل خالص لان بتفضل زرات كده بتفضل جزيئات صغيرة في الملابس لما بنرجع بعد كده نلبسها او بتبقى موجودة مسلا ففوطة بالنشف بيها والشينة او لبس بنلبسه احنا او بنلبسه الاطفالنا بيبقى فيه زرات كده او جزيئات لما بيبقى فيه حالة تماس مع الجلد ممكن تضر الجلد ده جدا تمام طيب ايه تاني من طرق الحماية دي بقى نقطة ممكن تزعل يعني اخوتنا بقى يعني وبناتنا كتير قوي هي تجنب مستحضرات التجميل تجنبها في المطلق لا مش في المطلق تجنب مستحضرات التجميل التجميل الزائدة ان لما بنحط مش احنا هم يعني السيدات والبنات والفتيات ما يحطوا يعني حاجات مواد تجميل يعني يحطوش كتير فيه ناس بيحطوا كتير قوي وفيه ناس بيحطوا انواع سيئة قوي وفيه ناس وفيه حاجات تبعى مجهولة المصدر يعني تبقاش معروفة كده تمام معلش النقطة دي مهمة جدا عايز اكمل فيها كلامي مع حضراتكم لانها من اهم طرق الوقاية وكتير جدا من السيدات والبنات الفتيات من اول البنات صغاري والبنات في مرحلة المرحقة على الجامعية والبنات في مرحلة الخطوبة وقبل الجواز وبعدين بعد الجواز وبعدين الحمل تلاقي دايما عندهم يوقفوا كده بمدرعة يقول لك انا وشي تعبان قوي مش انتم بتعملوا كده خلاص خلوني بقى اقول لكم كلمة عن حكاية وشي تعبان دي او انه بتقعدوا تعملوا حاجات كتيرة قوي عشان ترجعوا للشكل الطبيعي او الشكل الحلو اللي كنتم عليه ويا رب تفضلوا عليه دايما ازاي خلينا نطلع فاصل وارجع اكمل كلامي مع حضراتكم يحكى انا مازال متواصل خليكم معا اهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء التالت والاخير من حلقتنا النهاردة في يحكى انا واللي بدأنا فيها الكلام مع حضراتكم عن الجلد اتكلمنا عن اهم وظائف الجلد اتكلمنا عن آليات الحماية الطبيعية آليات الحماية الطبيعية اللي ربنا سبحانه تعالى موفرها للجلد واتكلمنا او بنكمل بقى كلامنا مع حضراتكم عن طرق الوقاية احنا نعمل ايه؟ علشان نحافظ على الآليات الطبيعية اللي ربنا خلقها للحفاظ على الجلد قلنا حاجات كتيرة قوي في نهاية الجزء السابق الجزء التاني وقفنا عند كلمة انا بوجهها للبنات والفتيات والسيدات وكل يعني كل الجنس الناعم اللطيف الجميل خاصة بمستحضرات التجميل او ادوات التجميل يعني الحاجات اللي انتو بتحطوها دي تمام؟ الحقيقة قلنا انه من اهم وسائل وقاية الجلد او الحفاظ على الجلد هو تجنب وضع مستحضرات التجميل دي بكثرة او بكسافة وتجنب الانواع السيئة منها والانواع السيئة دي يعني يعني لان فيه انواع بتبقى معروفة بس هي وحشة فعلا يعني هي ليها قصر ليها ضرر وفيه حاجات مجولة المصدر يعني بتبقى مش معروف وقلتلكم انا عايز اكمل بس كلامي في النقطة دي يعني دي نقطة حساسة جدا لما البنات بشكل عام يعني دي حاجة على فكرة في دول كتيرة قوي تبصت لو البنات يعني مش البنات لقوا الانثى يعني كبيرة متوسطة العمر صغيرة صغيرة جاء تبصت لو يقفوا كده قدام المراية ودايما عندهم يعني نظرة سلبية او تعليق سلبي على مثلا الوجه يقول لك انا وشي مش مرتاق انا وشي في حاجة او كده خلاص انا بقول لكو بقى ان كلامكو ده مظبوط واحسسكو دي مظبوطة والهواجس اللي عندكو دي مظبوطة وكلمة السر في الحكاية كلها مستحضرات التجميل خلاص انا عايز اقول لكو انه يعني اكيد مش انا بس اللي ملاحز يعني انه في مثلا في فترات الصيفية يعني عايز اقول لكو كلمة عن وضع مستحضرات التجميل بكسافة شديدة جدا على الشواطئ مثلا بالمناسبة مع المجوهرات يعني انا بشوف حاجات كده احيانا صور او فيديوهات او حاجات زي كده فاتبصت لو ايه يعني المفروض ان انتو في اجازة المفروض ان انتو على الشاطئ انا ليه بقول لكو ليه بكلمت عن الشواطئ بشكل خاص لان الشواطئ دي بيكون فيها كل عوامل الخطر يعني الشمس بتبقى جديدة جدا ومساحات الضل بتبقى قليلة حتى لو الناس لابسة برانيت ومش عارف ايه او يعني بورنيتا او كده خلاص فاتبصت لقوا سيدات وفتيات وبنات يعني بزلين مجهود الحياة كبير جدا في وضع مستحضرات تجميل بكسافة شديدة جدا على الشاطئ خلاص زائد بقى المجوهرات الحقيقة يعني انا بشوف كمان ناس بيبقوا لابسين مجوهرات كتيرة جدا يعني في مرة من المرات في حلقة في يحكى انا قلتلكوا انه من ضمن الحاجات الوحشة اللي حصلت في يعني او يعني بقت ملاحظة يعني في الشخصية في كثير من ما بقولش بشكل عام في كثير من الشخصيات سواء الستات او الرجالة انه بقى في حاجات مفرغة من مضمونها يعني ايه يعني بقت الاجازة مش للمتعة واللبساط والاسترخاء وان الاسرة تتبسط لا بقت الاجازة عبارة عن ان ناس زي ما بيقولوا كده باللغة الدرجة رحين يعلوا على بعض يعني اللي هو السيدات يعلوا على بعض وتلاقي رجالة يعلوا على بعض يعلوا على بعض في ايه بقى في العربيات وفي المش عارف ايه وفي الحديث عن الامكانيات المادية ومش عارف ايه بتاستحضرني الحقيقة كلمة يعني حاجة بسيطة جدا افتكرتها كان قالها يعني بيقولها لنا استاذنا استاذي واستاذ الأجيال استاذ دكتور عحمد عكاش استاذ الطب النفسي الأشهر يعني كان له كلمة كده كان له نصيحة عن الاجازة كان يقول لنا ايه واحنا طلبة واحنا طلبة في قولة طب كان يقول لنا لما تجبروا يعني وتروحوا اجازات او حتى وانتوا يعني شباب صغارين او كان يكلمنا مثلا احنا كولاد يعني او كشباب يقول لك لو خدت معاك مكنة الحلقة اعرف ان انت مفتقد جزء مهم من فلسفة الأجازة فقلتنا حتى نسأله او انا بالتحديد كنت اسأله يعني كان فيه بيننا علاقة كده حلوة بنقض نتكلم كده انا وهو فقول له ايه هو ايه علاقة مكنة الحلقة بالأجازة يقول لي المفروض انك في الأجازة بتتحرر من حاجات كتير يعني على سبيل المثال ان فيه راجل مثلا لازم يروح الشغل يبقى شكله مهندم ودقنه محلوقة وشعره متسرح ولابس لبس معين يعني فيه مهن كده معينة بتتطلب لبس معين يعني الأطباء مثلا تلاقيهم يلبسوا لبسوا وتلاقي معين وتلاقي فيه بلطف وإيه وغالبا بيبقى فيه كارفاتة الناس اللي بيشتغلوا في البنوك او حتى فيه مهن كتير قوي لبس معين وانت في الأجازة ما بقولش ان احنا نروح احنا بقى بوهميانز يعني او اللي هي بوهميين لا بس هو كان وجهة نظره ايه وهو وجهة نظر صحيحة جدا انه هو كان قصده ايه تحرر من الحاجات المقيدة ليك البس الجزمة المريحة البس اللبس المريح مش لازم شعرك يبقى يعني زي ما بيقولوا على سنجة عشرة مش لازم دقنك تبقى محلوقة مية في المية مش فاهمين قصدي يعني خد معاك اللي يلزم الهيجين او يلزم الصحة العامة انما ما تاخدش معاك مستلزمات الاناقة فهو كان بيضرب لنا مثل بحكاية مكنة الحلقة دي فافتكرت الحكاية دي انه حضرتك كزوجة او كبنت او كفتاة مش لازم تاخدي معاك عدة من المستحضرات التجميل ده انت راحة اجازة وانتو لو خدتوا بالكو انتو انتو تحديدا لو خدتوا بالكو من الناس اللي انتو بقى بتتابعوهم على السوشيال ميديا والحاجات دي كلها اللي هم الفنانات مثلا او المشاهير من السيدات والفتيات تبصت لو قوم في خروجاتهم العامة وفي حياتهم العامة ما بيحطوش ميك لان هم عارفين كويس قوي ان في مهنتهم مهنت مثلا التمثيل او مهنت الغناء اللي هو بيسمول شو بيزنس او مهنت عارضة الازياء او كده بتتعرض ليه كمية كبيرة جدا من مستحضرات التجميل فلما بتصدق انها تبقى عندها مثلا اجازة تقوم ايه زي ما بتقول كده بالتعبير الدارج تريح والشاه خلاص او تريح شعرها مش لازم بقى تبقى الحاجات اللي بتتعمل في الشعر من وسائل بقى الفرد الشعر والسشوار والكوافير والمشعر في ايه وبتاع ولا مستحضرات التجميل الكسيفة دي ده انتوا في اجازة خلاص برضو من الحاجات اللي اللفتة نظري قوي الفيديوهات اللي بقى تتعمل من بنات اللي هم المؤثرات مش عارف انا يعني مش بتاريق والله بس وصل الموضوع بقى يعني غريب شوية بشوف فيديوهات عن البنات بيعملوها لبنات زيهم يعني عن طرق وضع الميكوب يعني انا في حد يعني مشكورا لفت نظري للفيديوهات من النوع ده قال حاشفت عجب يعني انا لو الكلام ده بيتنفس فعلا تبقى مصيبة تبقى كارسة يعني تلاقي واحدة طالعة هي بقى عبارة عن ايه بتعمل تيتوريال يعني تيتوريال اللي هو ايه تدريب عملية تمام لا تيتوريال دي على فكرة كل ما احنا كنا احنا بنستخدمها واحنا طلبة في كله الطب هي تحولت كده بقدرة قادر الى انها بقت تستخدم في الميكوب معترض على المبدأ بس معترض على المحتوى ابو سيلاقي واحدة طالعة عمالة تقول بقى نبتدي مش عارف بايه ونعمل ايه وتلاقي الفيديو ومدته مثلا نص ساعة تلت ساعة وحاجات عمالة تتحط طبقات 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 فوق بعض طبقات فوق بعض ايه ده انتو مش مدركين حجم الضرر اللي بتسببوه لبشرتكم او لوشوكم مش مدركين ان كل هذه الادوات ان شاء الله ربنا يقدرني وعمل لكم كده حلقة او جزء من حلقة يعني عن اضرار الحاجات دي اضرار مستحضرات التجميل والحاجات دي كلها تمام وكريمات تفتيح البشرة فتلاقوا ان في والبنات بقى بيتابعوا فيتابعوا دي في حد ذاتها بالنسبة لنا مؤشر خطير يعني ولكن الاخطر لما بفكر انه يان هاريسود هو فيه بقى بنات ممكن تعمل زي ما زي ما البنت دي بتعمل كده يعني ياخدوها مسل وقدوة ويعملوا كده ده حاجة مضرة جدا جدا اللي انت بتعمليه ده مضر جدا انك تقعد يتحطي ميكاب تلت ساعة ونص ساعة وطبقات وتبتدي باي وتعملي ايه على الخدود وتفرشي ايه وبعدين تزودي ايه وتعملي ايه في العينين وتعملي ايه يا جماعة مفيش حد ضد الجمال ومفيش حد ضد الاناقة لكن خلوا عندكم ثقة في نفسكم انه مش لازم الاستعانة بكل هذه الوسائل علشان تقتنعوا انكم هتبقوا اجمل هتبقوا احلى انا مش بتكلم كلام نظري ولا كلام فلسفي انا بقولكم كلام كأخ اكبر كأب كصديق يعني اسمعوا الكلام ده من وجهة من وجهة نظر بقى الزكورية من وجهة نظر رجالية احنا كرجالة احيانا بنبص على هدي المشاهد وبنقض نتاريق بنقض نتاريق يعني بنقض ايه يعني احنا كده بقى بنقضوا يقولي انا ريسو تبص الستة دي عاملة ايه كده هي ايه اللي عاملة في نفسها ده احنا عادينا على شاطئ او عادينا في اجازة فتلاقي فيه ميكاب ومجوهرات ومش عارف ايه ليه كل ده ليه كل ده ليه ثقتك في نفسك وثقتك في جمالك وثقتك في يعني نظارة بشرتك وثقتك في شخصيتك قبل كل حاج وفي ثقافتك وفي اخلاقك وبشكل عام هم دول اللي بيكونوا التقرير النهائي او الرأي النهائي عن حضرتك اللي هو برضو مش مهم بالنسبة لاي حد المهم انه قدام نفسك يعني انتي مش هتكتسبي قيمتك من ان الناس تقول عليكي كويس لازم انتي لتكوني حسة انك كويسة وتكوني حسة انك جميلة وتكوني حسة انك افضل وتكوني حسة انك можقفة وتكوني حسة انك محترمة وتكوني حسة انك ليكي دور في الدنيا وهكذا معليش أنا استرسلت بس في النقطة دي شوية يعني نظرا لأنه الواحد الحاجات اللي شافها الحمد لله يعني الواحد ما تكملش في الحاجات دي بس الواحد بس شافها من باب برضو أنه هو لازم يعلق يعني وأنا هنا بعلق من منظور طبي ومنظور وقائي يعني تمام صحة الجلد هي جزء من صحتنا العامة الجلد ده صحته هو يعني ما يفيش حد صحته العامة فيها اعتلال أو فيها تراجع وهتلاقي الجلد بتاعه حلو والعكس صحيح اللي جلده حلو واللي في حالة الجلد عنده ممتازة هتلاقي أن صحته العامة كويسة جدا لأن هم مرتبطين ببعض صحة الجلد هي جزء من الصحة العامة والعناية والاهتمام بالجلد مش دلع ولا رفاهية أقول لكم أكتر ولا مقتصر على البنات والسيدات فقط فاهمين قصدي يعني أصلي في رجالة ممكن تقولي الكلام ده ما يخص ناش يعني هنعمل ده بيقولك نحط واقي شمس قبل ما ننزل الشمس آه تحط واقي شمس آه آه بكلم حضرتك كرجل بكلم حضرتك كشاب آه هو الشمس يعني هتدخل لما هتيجي هتأثر هتأثر على البنات والستات بس ومش هتأثر على الرجالة يقولك لأ أصلي رجل بقى ما حطش واقي شمس يعني ما تحطش واقي شمس ليه ما أقول الأشعة فوق البنافسجية دي مضرة للجنس البشر يعني مضرة للبشرة مش لبشرة البشرة البشرة الأنثوية بس يعني تمام فدي كلمة مهمة أنه لازم نتعامل مع الاهتمام بالجلد مش على أنها حاجة آه لأن أنا عارف برضو أنه في أوساط آه الشباب وخاصة الشباب بقى الصغارين شوية آه بيعتبروا أنه إيه أنه مش عارف أقولها يعني إزاي ولا أقولها ولا لأ أنه بيعتبروا أن الدرتي لوك دا موضة الدرتي لوك دا اللي هو إيه أن الولد من دول يبقى شكله مبهدل كده وشعره منكوش ودقنه طويلة ومبهدل في نفسه كده وتقولك كده راجل يعني لا مش راجل أنت لما تبقى مهندم وتبقى شكلك لطيف وشعرك متسرح ووشك حلو وحالة الجلدة عندك كويسة دي لا تنتقس أي شيء من رجلتك يعني خالص خالص مش معنى كده أن إحنا نقعد نعمل بقى حاجات يعني أوفر أو حاجات كتير بس هقولكو حاجة افتكروا أهالينا مش هقولكو إحنا بقى أهالينا الآباء والجدود وكده لما كانوا بيروحوا عند الحلاء عند الحلاء أهو يقصوا شعره فتلاقي الحلاء يعمل إيه أحيانا الحلاء يحلقلوا دقنه ويعملوا مش عارف فوطة سخنة وبعدها فوطة ساعة ويعملوا مش عارف في ناس يعملوا حاجة اسمها مش عارف فتلة ومش عارف صحي كده ده إيه اللي أنا بقوله ده إيه أنا بتكلمش على جيل نحن أنا بتكلم على الجيل بقى اللي أكبر يعني جيل الآباء أبوي أنا الله يرحمه يعني والجدود ومن جدود الجدود وهم بيعملوا كده دول بقى ما كانوش رجالة ده كانوا سيء يعني زي ما بقوله كده أي واحد منهم سيد الرجال لكن ده جزء من حالة وعي وحالة فهم إنه أولا إن دي طرق للحماية لحماية الجلد تمام ثانيا إن دي وسيلة من وسائل يعني التعبير عن عن يعني إيه عن شكر نعمة الله ثالثا إنه حاجة حلوة قوي إن الواحد يبقى كويس شكله كويس ولبسه كويس ونضيف في نفسه ومستحمي ومصرح شعره وده حاجة كويسة يا سلام بقى لو ده زاد عليه بقى إن الأخلاق كويسة والثقافة كويسة والرجولة اللي على حق هي اللي موجودة هي الرجولة اللي بتبان في التصرفات ورجولة أنا بكلم هنا بقى بكلم الرجال زي ما زي ما اختصيت السيدات والفتيات هي فعنايتك بجلدك وبشرتك وبشعرك هي ده جزء لا يتجزأ من عنايتك بصحتك الجلد أحد نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا وربنا سبحانه وتعالى خلقنا في أحسن وأفضل صورة خلاص علشان كده الحفاظ على الجلد والاهتمام بحمايته لازم ياخدوا مننا نفس الاهتمام ونفس الجهد اللي بنحافظ به على صحتنا خلصت حلقتنا النهاردة اللي كانت عن الجلد ولكن ما خلصش ما خلصتش الموضوعات اللي حوالين هذا هذا الأمر يعني اتكلمنا عن الجلد إيه المانع أن احنا هنتكلم عن الشعر وهنتكلم عن الاهتمام بقى بالشعر والجلد ونهتم وأنواع معينة من الحساسية في الجلد وهكذا يعني هنكمل هذا الملف علشان خاطر ده دورنا أن احنا نوعي حضراتكم دايما بكل ما هو فيه فايدة ليكم وفايدة أكيد أكيد لأبنائنا وبناتنا بشكركم جدا جدا على حلقة النهاردة وإن شاء الله إذا ربنا أراد سبحانه وتعالى أشوفكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من يحكى ألا سلام عليكم اشتركوا في القناة